أعلنت وزيرة الخارجية البلجيكية حق لحباي باستدعاء سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات إسرائيلية دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة وأكدت الوزيرة البلجيكية أنها استدعت السفيرة الإسرائيلية لصدح الأمر فيما عارب مدير وكالة التنمية البلجيكية جان فان ويتر عن استنكاره لاستهداف الوكالة الحكومية لافتا إلى أنها تعمل من أجل الصالح العام في إطار القانون الإنساني الدولي وفي السياق ذاته أظهر استطلاع أجرته وكالة أسوشييتد بريس أن نصف الأمريكيين البلغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة ومع ذلك لديكم أمريكي لدينا هذا في معلومة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر